حركة الماك الهدامة والساعية لتحطيم الجزائر من الداخل والمخترقة للحراك الشعبي كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات بعدة مناطق من الوطن حسب التحقيقات الأمنية المتواصلة التي كشفت عن النية الخبيثة للحركة بيان من وزارة الدفاع الوطني يؤكد أن التحقيقات الأمنية فضحت الخلية الإجرامية المتكونة من منتسبين للحركة الانفصالية الماك والتي تم تفكيكها أواخر مارس الماضي من طرف المصالح الأمنية نيتها كانت تنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من البلاد كما تم حجز أسلحة حربية ومتفجيرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية الاعترافات الخطيرة التي أدل بها العضو السابق في حركة الماك الانفصالية للمصالح الأمنية هي التي كشفت عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية حيث تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية حركة الماك الانفصالية التي تتخذ من منطقة القبائل وسكانها سجلا تجاريا لتحقيق أهدافها التخريبية وتفشل في تشتيت الحراك عبر رفعها رايات غير وطنية وشعارات للتفرقة بين الجزائريين والتي لتكاد تجد من يواليها حتى بمنطقة القبائل القبائل